انا وسهلا بحديث يا دكتور سلام حضرتك تمام الحمد لله شفت الناس بتحييه كله بيحييونا نوارت نوارت سويسرا وروتريست وكلينيك فيلا ربناك يومك يا دكتور بس هو النهاردة عشان يوم شمس فتقريبا كل الناس السكان هنا طالعين في عربيات مكشوفة بقى بيستمتعوا بالشمس احنا محظوظين وانتو جبتوا الشمس معاكم من مصر فاحنا هنا طبعا الجو معظم وبيبقى مطرة مغيم فالأيام بتبقى معظم لأ وحضرتك جاي بالشمس بقى من أسوام من بلدك يعني الحمد لله الحمد لله النهاردة الحد ويطرع بقى يوم الحد حضرتك عارف انه يوم الحد في ألمانيا يوم الغسيل يعني هو معروف يا جماعة انه في ألمانيا يوم الحد بالذات لقى الشعب الألماني كله وقافين توبيره قدام العمارات بتاعتهم عشان بيغسلوا اللبس لانه مش كل شقة بيبقى فيها غسالة هي غسالة واحدة لكل العمارة فمعروف ان الألمان يوم الحد ده يوم الغسيل يوم الحد في سويسرا ده يوم ايه بقى؟ يوم الراحة الراحة مفيش غسيل ممنوع الغسيل ممنوع الكنس ممنوع الزعيق ممنوع التركيب اي حاجة في الحيطة ممنوع المصامير ممنوع الدأ يوم الحد يوم الراحة ده قمودة يعني ممنوع الحاجات دي؟ اه ممنوعا لو فيه اي مشاكل حتى لو جيه البوليس اللي بيعمل دوشة نازم يوقف لان يوم الحد يوم الراحة فده يعني متعارف عليه بين كل السكان طب ويطر بقى السويسريين زي الألمان كده عندهم يعني الغسالة واحدة في العمارة كلها في عمارات كتيرة بيبقى فيه غسالة او غسالتين حسب عدد السكان اللي في العمارة بيبقى فيه حاجة اسمها جدول الغسيل كل شقة يا انت بيبقى لك معاد محدد كل اسبوع يوم الثلاث من الساعة سبعة لتسعة ده الغسيل بتاعك او مثلا بيبقى جدول فاضي وكل واحد بيكتب في اليوم اللي هو عاوز يغسل فيه بيختار اليوم بيختار اليوم فده من ضمن يعني التكاليف إيجار الأمارة الغسيل اه حسب الأمارة اللي احنا فيها فيه عمارات بتقول ده تبع التكاليف في عمارات بتقول لا ده مثلا كل واحد ليه كارت او بالكوينز بفلوس او بالكوينز مثلا في ألمانيا بتدفع بالضبط بتدفع يعني كل غسلة مقابل فلوس يعني اغلى اغنى واحدة من اغنى بلاد الدنيا يا سويسرا يعني بيوفروا طاقة وبيوفروا فلوس في نفس الوقت انه الغسالة واحدة بتكافي سكان البنية كلها العمارة كلها او البيت كله صح بالضبط ليه لانه هو برضو الترشيد في الاستهلاك الكهرباء المية والموعيد فما بيبقاش فيه ازعاج لانه كل واحد جوا الشقة بتاعته عنده الغسالة بتاعته ده هو يخسل في الموعيد مش ملأمة للناس التانية فممكن الناس تبقيت لما بتبقى الغسالة في البدروم بيبقاش فيه اي ازعاج للسكان اللي فوق او اللي تحتك او اللي جنبك بقى الثقافة هي ثقافات يعني ثقافات شعوب يعني كل شعب عنده ثقافة مختلفة ايه اكتر حاجة في الثقافة السويسرية عملتلك يعني ايه او حاجة غريبة ووجهتها لما جيت هنا بقى من مصر من الحاجات المهمة طبعا هنا التوقيت دقة التوقيت اه طبعا يقول لك الموعيدة على الساعة السويسرية اه انت تبص مثلا على جدول الوتوبيس يقول لك مثلا الوتوبيس هيجي الساعة 10 و 12 دقيقة وتوقف وتندهش لما فعلا بيجي الساعة 10 يجي لك الاوقع 10 و 12 دقيقة بالضبط ليه بقى لان اللوجستيك كله حواليه 10 و 12 مثلا هيجي الوتوبيس هيوصلك 10 و 17 لمحطة القطر القطر هيمشي 10 و 20 هيوصلك 10 و 50 بعد كده هتتمشي 5 دقيقة عشان تروح للمعاد بتاعك عشان تبقى هناك في معادك الساعة 11 هل صحيح في سويسرية بيمنعوا الطيران يوم الحد بعد 11 بالليل عشان الناس تعرف تنام؟ مش يوم الحد بس ولكن كل يوم في الاسبوع كل يوم في الاسبوع بالليل بعد الساعة 11 ممنوع اي تيارة تتير يعني ما فيش تيارة بعد 11 بالليل؟ بين 11 بالليل و 6 الصبح ممنوع الطيران فوق سويسرية دي معلومة جديدة أول مرة عرفها دي يعني من 11 بالليل لحد 6 صباحا يوميا مفيش تيارة تتير عشان الشعب يعرف ينام؟ بالضبط عشان صوت التيارة ما يبقاش موزعج؟ لأن المطارات هنا مش في حتة معزولة عن السكان المطارات قريبة جدا من السكان هي المطارات جوه المدن تقريبا هي جوه المدن وفي مطارات كتيرة في مدن كتيرة فهم مش عاوزين طبعا كل ما التيارة تنزل وتخرج انت طبعا بدي بقى الصوت عالي علشان يحافظوا على الهدوء زي ما انت سامع كده يبقى عادين في هدوء وراحة ترجمة نانسي قنقر